سد حديثة على نهر الفرات في محافظة الأنبار ثاني أضخم سدود المياه بالعراق من حيث مساهمته في توليد الطاقة الكهربائية يشهد انخفاضا ملحوظا بمنسوب مياهه الأمر الذي أدى إلى تباطئ إنتاجه من توليد الطاقة الكهربائية لمناطق غربي البلاد وإزاء من العاصمة بغداد فنيون عاملون بمحطة التوليد في سد حديثة أكدوا أن إنتاج الطاقة تراجع بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي عازين ذلك إلى شح المياه في السد ما دعا مسؤوليه لاعتماد طريقة الجدول في توزيع الكهرباء على مناطق الأنبار فبات جدول الكهرباء لـ 75% من مناطق الأنبار هو خمس ساعات قطع يقابلها ثلاث ساعات تغذية كما أن الموجات المائية التي من المفترض أن تصل إلى بحيرة حديثة بشكل كاف شهدت تراجعا مستمرا ما قد يؤدي إلى توقف محطة توليد الطاقة عن العمل في أي لحظة وحسب مسؤولين في السد فإن حال منسوب المياه في البحيرة لم يتعافى منذ إصدار حكومة نور المالكي في عام 2013 أمرا بتجفيفها والخطة البديلة لإنقاذ واقع الحال تكون في مشروع الديزيلات التي تعمل على الوقود لتوليد الكهرباء لكن الخطة لا يمكن تحقيقها في ظل عدم رفض المحطة بالوقود من قبل الحكومة في بغداد ويواجه العراق موجة شحن كبيرة في المياه منذ شهر تشرين الأول الماضي أدت إلى ضعف جريان نهري دجلة والفرات وانخفاض منسوب المياه في محافظات ميسان وذيقار ومدن أخرى جنوبي البلاد وظهور أرض قاع نهر الفرات في بابل وكربلا والديوانية ترجمة نانسي قنقر